اشتركوا في القناة العصر تقريبا بده ينتقل لبرج القوس القمر الان موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22.42 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولى وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وبما ان القمر موجود في برج العقرب لغاية ساعات المساء معناته من الان ولغاية ساعات المساء بدأت ضل الفترة هاي اكثر تطرفا وفي تصرفاتنا منكون متطرفين جدا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات مثل شراء استئجار صيانة تصليحة والأمور هاي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين بلوتو تأثيراتها من يوم 15-1 إلى يوم 22-1 هاي الزاوية سبب بأنه بالفترة هاي بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو هاي زاوية بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وأيضا قيام حكومة ما بتعبض التحبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية وبرضو الأمور المناخية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 17-1 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وذروتها الساعة 45-47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني طيلت الليل وطيلت النهار هاي تأثيراتها الزاوية فبتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وتأثيرات ذروتها الساعة 7-27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني برضو تأثيراتها من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء من واجه مصاحب عرقي لبتطلب منها أن نبذ الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقرت بعض للشجاعة اللازمة لم واجهت مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون ذروتها ساعة 12-35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون ذروتها ساعة 22-26 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح لبدأ الساعة 22-26 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورح ليستمر حتى تمام الساعة 35-32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا يستقر للقمر بعدها في برج القوس هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 35-32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج القمر خلاص بنتقل وبصير بالقوس منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة 11-40 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني رح تكون تأثيراتها اليوم الثلاثاء من ساعات العصر ولغاية صباح يوم الأربعاء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية في جسمنا اليوم اللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية عنا الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض البرستاتا عظم العانة والجينات هاي طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء ما لازم نعمل لها عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي برضو أكثر حساسية فمن ساعات المساء ما لازم نعمل لها عمليات جراحية وإذا شعرنا بأي شيء الراجع لأطباء لأنها أكثر عرضة للتعب أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة دون فترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القاوس معناة خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس 19-1 بيبدأ في تمام الساعة 10 و 8 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 7 و 11 دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بيصير نسبة الإضاءة 25% مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات منتصف الليل بتصير سعيدة بنسبة 45% وبتكمل طيلة النهار على هذا الزعهاء النسبة القمر في العقرب وبدو ينتقل للقوس ورح يضل بالقوس حتى يوم 19 واحد منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 45% ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي فيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاث سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاث سعيد بنسبة 15% وأورانس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التركيز رح يضل على أمور الأموال المشتركة وممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهم شي أنك تتقبل آراء الآخرين دون تحفظ وممكن تنشغل بملف أو معامل خلال هذا اليوم أهميش أنك ما تكفل حد وما تضمن حد أما من ساعات المساء بتنشطه في مجال السفر والبعيد والاتصالات البعيدة ولكن بتكون أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور تحتل أو تحمل هذه الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها فترة ضاغطة بالنسبة لألك القمر ما زال موجود مقابلكم عشان هيك تحذروا من الخصام وما تعادوا أحد وتجنبوا الخلافات كليا لأنه خصمكم بكون بالفترة هذه قوي وأي مشاكل رح تكون أنت الحلقة لأضعف وطباعك ما رح تكون هادئة أما من ساعات المساء هنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشترك وحاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد ما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزاء بالنسبة لأموليد برج الجوزاء طبعا التركيز الآن بلشت الطاقة تنزل شوي شوي ممكن شوي تهتم ببعض المسائل والأمور الروتينية اليوم بالرغم من كثافة الأعمال أو سير الأعمال عندك فعشان يكون تراعي أعمالك وتراعي ظروفك الصحية طيلة النهار ممكن تعيد ترتيب بعض الأوضاع أو تتحسن الأحوال العملية أو الصحية أما في ساعات المساء هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم شركاء المال وشركاء العاطفة وحذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج السرطان طبعا الفرصة ممتازة جدا ومناسبة لتحقيق إنجاز أهم إشي إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من أي مسؤوليات الأجواء مناسبة للتلاقي تعارف الحب الغرام يعني الدعم عالي جدا ما زال موجود طيلة النهار ورح يظل لغاية ساعات المساء وتعتبر فترة ممتازة جدا أما من ساعات المساء بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه ببدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم والتزاماتكم برج الأسد أهم إشي خلال هذا اليوم لأنه القمر ما زال موجود في البيت الرابع إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك رح تهتم بمسائل العلاقة بالبيت والعائلة بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن شوية تكون قلق أو تتدمر لأقل سبب من ساعة المساء الأجواء بتتغير بشكل إيجابي وبتبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات برج العذراء اليوم رح يكون في عندك كثير من النشاط والحيوي والتنقلات ورح تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة أهمش أنك تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة اليوم أنت بتتمتع بسرعة بديهة عالية وسرعة خاطر والقدرة على إيجاد الحلول أما في ساعات المساء هنا بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية وتركيز بصير على البيت وعلى العائلة وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي تنشغل فيه في ساعات المساء برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اليوم بتتحسن المعنويات وتقوى ثقها بالنفس عندكم أكثر فأكثر وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك أهم مش أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة ولكن ابعد عن المصاريف اللي ما إلها أي داعي وما تغامر مغامرات مالية أما في ساعات المساء بتنشطوا بالتنقلات والسفريات والاتصالات وبرضو عندكم سرعة البديهة بتصير قوية والنشاط عالي جدا أهم مش أنك تكون أكثر وعيا على الطرقات برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا الطاقة عالية جدا حيوية حماسة وممكن تنطقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة أو تتلقى إشارة أو خبر خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء وبتنتعش عندك العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن اليوم تشعر أن طاقتك كبيرة لدرجة أنه ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر وممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير طبعا هذا كله لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء بتنهمك في ضبط ميزانيتكم أهم شأنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا ما زالت الأجواء مش لصالحكم فعشان هيك بتكون تبعدوا عن المغامرة والرهان على الحض ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش أنك ما تجازف بسلامتك وتعتبر هاي فترة فارغة من الحضوض لغاية ساعات المساء وماء والتعب كله هذا اللي بتشعر فيه والضغط والقلة الطاقة الموجودة هاي كلها كل ما اقتربنا للمساء بتتغير بتمتلقوا نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لها أمور بتناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشارك الفعلية الاجتماعية ما بينك وبين أصدقائكم ولكن بدك تنتبه أنه شوي القمر قاعد بيختار بلا بيت متاعبكم في ساعات المساء رح يوصل لبيت المتاعب فعشان هيك حاول أنك أنت تقتنس الفرصة لا إعلان رأيك أو للحصول على موقع معين أو لإنجاز بعض المعاملات أو الأوراق أو الأعمال الضرورية اتفاعل مع المسؤولين بمرونة أما في ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم إشي ما توقع العقد ما تحسنوا أمر تعتبر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتكت تظلوا مسيطرين على انفعالاتكم إلا الجوال ما زالت جيدة لأمور العلاقة بعمل أو تقديم طلبات عمل أو تعزيز العلاقة مع المسؤولون حافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة الفتن المشاكل العصبي الحدي فترة مهمة هي بتمتحنك خصاصا خلال هذا اليوم فما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخضاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤوليتك أما في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو لقاء بعض الأصدقاء أو هيكي زيارات اجتماعية الأجواب يصير اجتماعية على المستوى الاجتماعي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ما زالت الحماسة عالية بتنطلقوا فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن تتلقوا إشارة أو خبر سار أو اتصالات من أشخاص خارج البلاد وبرضو ممتازة للسفريات والدراسة الجامعية والامتحانات وفترة دينماكية جدا وممكن تشكلك محطة للانطلاق بفكرة أو خطوة جديدة أو بمشروع جديد أما من ساعة المساء هنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدكوا تجنب الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء قدر الإمكان ما في داعي للمغامرات في ساعة المساء ولا مخالفة القوانين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر